انتهت عاصفة الجدل وانتخب رئيس البرلمان ونائبيه في الجرسة الاولى للدورة النيابية الخامسة انتخاب منح محمد الحلبوسي ولاية ثانية لرئاسة البرلمان مخرجات الجلسة عمت ارتدادات صداها العاصمة العاصمة التي رحب مواطنوها بما نتج عن الجلسة من اختيار لهيئة رئاسة البرلمان في الجلسة الاولى للبرلمان حصل تصويت على رئيس البرلمان وعلى نائبيه هذا دليل على انه توجد قوى عدها استعداد لان تخدم العراق والعراقين اعتقد ان اختيار الحلبوسي هو رجل مهني وهو رجل كفو وصاحب حانكة وفكر سياسي فاعتقد ترشيحه لرئاس البرلمان مرة ثانية اعتقد هو اختيار مناسب حسم اختيار هيئة الرئاسة دون تأجيل يتبعه تأجيل كما اضحى معهودا في العرف السياسي كان حديث الشارع البغدادي سيابية يتطلع سكن العاصمة تكون حظيرة في اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء ودون العودة للسيناريوهات السابقة نأمل ان شاء الله انه يكون الحسم سريع لانه الاطالة حقيقة هي مو بصالح الشعب وتوصل هناك تجاذبات وتفاهمات واخذوا عطاء وبالتالي ربما ستلكوا من سيابية اكثر اختيار رئيس للجمهورية واختيار رئيس للوزراء ومن ثم يشكل حكومته ويشكل كابينته الوزارية واختيار فريق الوزاري على ما تم اختيار الحلبوسي كتيبة النهاية لفصول المد والجزر حول منصب رئيس البرلمان وكذلك نائبيه ومعها تتسع دائرة الترقب للدورة النيابية الخامسة وما سينتج عنها من تشريع للقوانين المهمة وانجاز المرحل منها الى جانب متابعة خطوات الحكومة المقبلة وتصحيح مسارها من العاصمة بغداد بدر ركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر